وتسوية لرزنامة الرابطة المحترفة الأولى ولحساب الجولة الخامسة فاز اتحاد العاصمة على أطلتيك بارادو بهدفين لواحد رافع رسيده إلى 16 نقطة بينما تجمل رسيد الأطلتيكو عند النقطة الثامنة ودائما في اللقاءات المتأخرة ولحساب الجولة السابعة على أطلتيك بارادو بهدفين لواحد رافع رسيده إلى 16 نقطة بينما تجمّل رصيد الأتليتيكو عند النقطة الثامنة ودائما في اللقاءات المتأخرة ولحساب الجولة السابعة فازت جمعية أولنقشلف على ضيفتها شبيبة الصورة بهدفين مقابل واحد رفعة رصيدها إلى ثلاثة عشرة نقطة بينما بقيت الشبيبة بثمان نقاط